اشتركوا في القناة فرص الرطوبة موجودة تصل إلى الستين والخمسين بالمئة على بعض المناطق الساحلية أما المناطق السكنية فتتراوح ما بين الثمانية وعشرين إلى الثلاثين بالمئة سما صافية حاليا ودرجة الحرارة ثلاث وثلاثين درجة مئوية في المناطق السكنية والرؤية الأفقية ممتازة أكثر من اثنائش كيلومتر لساعة نعيش بذن الله الهواء راح يكون شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه من ثماني إلى ثماني وعشرين كيلومتر في الساعة أثناء تقلب اتجاه الرياح في فرص الهوالكوس ولكن الرطوبة محصورة فقط على المناطق الساحلية وتتفاوت نسبتها ما بين الخمسين إلى الستين بالمئة ولكن الأجواء الجافة على المناطق السكنية وأيضا المناطق الغربية تتراوح ما بين العشرة إلى الخمسة عشر بالمئة في السالمي وتتراوح ما بين الخمسة وعشرين إلى تقريبا الثلاثين بالمئة في المناطق السكنية درجات الحرارة للساعة الثنائش تتراوح ما بين السبعة وعشرين إلى الثلاثين درجة مئوية أجواء معتدلة في المناطق الغربية من البلاد والمناطق الصحراوية أيضا خلال هذه الأيام ومزارع طبعا مزارع الوفرة وشمال الكويت أيضا مزارع العبدالي ثماني عشرين درجة مئوية على الساعة 12 الأجواء ستكون معتدلة بإذن الله حتى الشاليها الدرجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية المناطق السكنية تصل إلى 30 درجة مئوية جزرنا الجنوبية كبر وقارو أم المرادم 35 درجة مئوية جزرنا الشمالية تصل إلى 28 درجة مئوية في وربو بوبيان ومثلهم في فيلشة 28 درجة مئوية منتصف نهار يوم الغد أجواء حارة هوا شمالي غربي خفيفة لمعتدل السرعة من 8 إلى 30 كيلو متر في الساعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 41 إلى 45 و46 درجة مئوية وتصل إلى 47 في الجهرة 43 في السالمي اليوم سجلت 46 درجة مئوية في الجهرة أجواء حارة كانت أيضا مدينة الكويت سجلت 41 سجل في مطار الكويت اليوم 44 باشر متوقع أن تصل 45 درجة مئوية 42 متوقع يوم الغد في الأحمدي 38 في جزرنا الجنوبية كبر وقارو أم المرادم درجات الحرارة تكون بذن الله أقل في جزرنا الجنوبية وأيضا في الجزر الشمالية ستكون درجات الحرارة تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة مئوية الأجواء الحارة لا تزال مستمر رويانا الاعتدال الملحوظ خلال فترة النهار ما سيكون إلا مع نهاية هذا الشهر بذن الله وبداية شهر عشر البحر سيكون خفيفة لمعتدل الموج هذه من فترات الفساد من 1 إلى 4 قدم المد الأول بذن الله ساعة 2 و 41 دقيقة صباحاً والمد الثاني ساعة 5 و 18 دقيقة مساءاً والجزر الأول ساعة 10 و 35 دقيقة صباحاً والجزر الثاني ساعة 9 و 29 دقيقة مساءاً المواقيت بذن الله أذان الفير ساعة 4 و 18 دقيقة والشرق الساعة 5 و 37 والمغرب الساعة 5 و 43 دقيقة أما الطقس المتوقع بذن الله خلال أيام الخمسة القادمة هوى الشمالي غربي رح يستمر وياناً لعدة أيام نشاط ملحوظ وفرص لغبار المثار أثناء نشاط الرياح خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة ابتداء من يوم الأربعة بذن الله وحتى يوم الجمعة والسبت ودرجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية خلال النهار والاعتدال رح يكون نسبي خلال المساء وأكثر اعتدالاً في الفترات المتأخرة من الليل والفجر ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 25 إلى 27 درجة مئوية باشر أجواء مشميسة 45 لغربي والصغرة 27 هوا شمالي غربي نشط على فترات من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة 44 لغربي والصغرة 28 هوا شمالي غربي نشط من 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة فرص لتشكل رمال الزاحفة على طرق السريعة خارج المدينة وغبار المثار قد تتأثر في بعض المناطق السكنية ديروا بالكم تداء من يوم الأربعة وحتى يوم الخميس ارتفاع الأمواج أيضاً يصل إلى 5 و 6 قدم فأجلوا أي نشاط بحري خلال الأيام الأربعة من بعد يوم يوم الأربعة والخميس والجمعة وحتى يوم السبت 43 في يوم الخميس والصغرة 26 والهوا شمالي غربي من 20 إلى 65 كيلومتر في الساعة نشاط رياح ملحوظ خلال فترة النهار وغبار المثار مثل في يوم الجمعة بإذن الله 15 إلى 45 43 العظمى والصغرة 25 وغبار المثار أيضاً موجود في يوم الجمعة ويوم السبت تتراجع شوي سرعة الرياح لكنها تكون نشطة على فترات خلال النهار من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة 42 لضمة والصغرة 26 درجة مئوية أعزائي المشاهدين أجواء حارة خلال النهار لا تزال مستمر رويانه هوا خفيفة لمعتدل اليوم وباتشر لكن بعد ذلك نشاط ملحوظ في سرعة الرياح وغبار المثار خلال النهار ويترسب تدريجياً خلال المساء ترجمة نانسي قنقر